موسيقى شفت المسابقة الأول وبعتها لإسماعيل بعتها هزور اللي هو أنا أبهزر بصي إسماعيل وإيه بقى ويلا نعمل كده كان الفكرة أن كانت هدير بصي فيه مسابقة ويعني حاجة جديدة أو عموما أنا من أول ما شفتها أنا داخل أكسب يعني أنا كنت أخذ الموضوع جد جدا كنت مش بالنسبة لي طب يلا طب ندخل نشارك وخلاص أو إيه ده بصي المسابقة لأ أنا داخل أكسب إن شاء الله الموضوع داخل دماغي جدا يعني بدأنا بقى نفكر طب هنعمل الفيديو إزاي طب هنعمل إيه بدأنا نشوف الفيديوهات اللي الناس بدأت تنزلها كنت أنا مسافر فالفترة اللي أنا مسافرها دي كلها عاد بقى بشوف الناس بتنزل إيه عادنا نفكر نعمل حاجة مش تقليدية مش عايزين نكون بنغني وخلاص لحد ما وصلنا لفكرة إن إحنا هنعمل زي فيديو كليب كده عدى علينا أفكار كتير فكرنا في كذا حاجة لحد ما وصلنا إن إحنا نعمل يعني زي فيديو كليب الأغنية على كلماتها إن هو الأغنية اللي عنده ضحكة زي دي وللونه عيونه مش عادية فإحنا أخذناها من الناحية دي إن إحنا إن أنا بدور عليها فجات فكرة الحلم إن أنا نايم بأحلم بيها فصحيت من نوم فرسمت البنت اللي أنا شفتها في الحلم دي ونزلت أدور عليها في الشارع وبعدين شفتها بس وعملنا الفيديو وبعتناه وقلنا خلاص يعني إحنا كنا شايفين إن الفيديو طالع حلو إحنا كنا مبسوطين به فقلنا إحنا كده عملنا يعني اللي علينا إن شاء الله ربنا هيكرمنا وكنا بقى مستنيين النتيجة أنا والمفروض كانوا هيختاروا ثلاثة نومنيز هم اللي هيوصلوا للفاينال مبروك إسماعيل وهدير أنا شفت الكلمة دي بس ما كملتش ولا شفت الفيديو لإن بأرضو كان أصحابي معايا لقيت نفسي بتضرب وبتشال وبتحط فالفرحة اللحظة دي كانت حاجة تانية فعلا بدأنا طب إحنا نعمل إيه؟ طب إحنا هنجهز إيه؟ أهو بجد أنا برضو الآخر اللحظة أهو بجد أصلا عمري دياب ممكن يجي جاني في الفرح والله العظيم أنا اليوم فرحي أهو بجد عمري دياب هاي يجي جاني في فرحي لا إحنا الفكرة كمان مش لحد يوم الفرح ولا قابليها ولا حاجة إحنا وإحنا وقفين عمري دياب أهو ما طالع على الستيج أهو أنا وشمعيل في نتكلم مع بعض أه يعني على فكرة الكاميرا في الفرح لو صورتنا عمري دياب طالع على الستيج واحنا كنا لسه وقفين وراء وطلعونا في نص الأغنية فأنا وهدير وقفين أمين بص كده وقول لها إيه ده إيه ده يعني إحنا مش فاهمين إن إحنا وصلنا فعلا لده كنت متهابة جدا 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 زي ها ضراف والناس كلها بتتفرج عليها تحت ولأ كنت خايفة منها قوي بس هو طبعا الهضبة هضبة بس فعلا عمري دياب فوق قد إيه حسسنا إن أنا ما فيش أي حاجة فعلا هو كان وايف معنا جدا مهديني جدا بهنا لينا بسقفه لينا قد إيه هو كان فرحان معنا برضو فرحته معنا دي فرحتني جدا وفرحتني فوق الستيج نفسه أنا عايز أقول لك إن إحنا كنا متخيلين إن فقرة عمري دياب أكيد دي هيبقى كفاية بس إن عمري دياب جاء الفرح بس إحنا عمرنا ما كنا نتخيل إن الفقرة دي هتغير الفرح كده هو كان دمه خفيف معنا جدا كان طالع بروح حلوة بيهزر معنا أغاني الأغاني طبعا هو عمل كمان ميدلي كده أغاني قديمة مع أغاني أغاني جديدة مع إن هو ساب لي المايك أغاني أغنية كاملة الرجل كان بيعزف وأنا بغني يعني عمري دياب بعدين جاء أنكيجني أنا مش ميصدق يعني ده عمري دياب وهو فعلا عمل جو إحنا لحد النهاردة إحنا قادين نتفرج على الفيديوهات أو نتفرج على الصور هو فعلا كان كده أهو ده إحنا فعلا الفيديو إحنا ما تبصش على نفسينا إحنا بنبص عليه يعني ده فعلا كان هو غير الفرح تماما تماما ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة